اهلا بكم من جديد حادث أمني خطير شهدته العاصمة الإيرانية طهران اليوم تمثل في اغتيال مشعود علي محمد العالم النووي والمدرس في جامعة طهران في اعتداء بواسطة دراجة نارية مفخخة تم التحكم فيه عن بعد أثناء خروجه من منزله وقد تضاربت الأنباء حول الجهة التي تقف خلف عملية اغتيال العالم النووي التي تأتي في وقت تواجه فيه إيران أزمة مع الدول الغربية بخصوص ملفها النووي فقد اتهمت جهات إيرانية رسمية أكثر من طرف كحركة مجاهد خلق التي نفت هذه الاتهامات واعتبرتها مقدمة لحملة آدمات في صفوف معتقلين سياسيين مؤيدين لها كما نفت الجمعية الملكية الإيرانية المعارضة أي تعلاقة لها بعملية الاغتيال متهمة من جهتها المخابرات الإيرانية بتدويرها إلا أن الاتهامات لم تقتصر على جهات في الداخل بل شملت أطرافا خارجية كالولايات المتحدة وإسرائيل كما ساد التضارب المعلومات المتعلقة بمواقف الضحية وانتمائه السياسي ففي حين قال التلفزيون الإيراني إنه ملتزم وثوري داخل النظام قالت مواقع المعارضة الإصلاحية إن محمدي كان خلال الانتخابات الرئاسية من الأساتذة الجامعيين الذين وقعوا عريضة مؤيدة لمير حسين موسوي فمن هو مسعود علي محمدي ومن هي الجهة التي تقف وراء اغتياله ولماذا الآن ضربة أخرى يتلقاه الوسط النووي الإيراني في أقل من ستة أشهر إذ دوى في قيطرية شمال العاصمة صوت انفجار أودى بحياة مسعود علي محمدي أستاذ الفيزياء النووية وهو اغتيال لم تشهده العاصمة الإيرانية منذ استهداف قائد القوات البرية علي صياد شرازي عام 1999 دراجة نارية مفخخة استهدفت الأستاذ الجامعي الذي يتطلب اختصاصه النادر حماية أمنية استثنائية حادث فتح الأعين على مسألتين الأولى أن هذا التفجير قد يفتح الباب أمام تفجيرات أخرى لن تكون الأجهزة الأمنية الإيرانية قادرة على السيطرة عليها أو توظيفها في الإطار الذي تريده والثانية أن هذه التفجيرات في حال كانت من جهات معلومة لدى النظام فإنها ستفتح الساحة الإيرانية على احتمالات الفوضى واستهداف أشخاص آخرين بعمليات مماثلة مسارعة الدوائر الرسمية الإيرانية خاصة القضاء للإعلان عن عملية الاغتيال وتوجيه الاتهام لجهات أمريكية وصهيونية وحتى معرضة ملكية أو مجاهدي خلق بالوقوف وراء العملية والتأكيد أنها تستهدف النيلة من الحلم النووي الإيراني كل هذا يزيد من الشكوك بدور أجهزة النظام في هذه العملية وأنها استهدفت مختصا في المجال النووي الأشد حساسية من الناحية الوطنية وهو ما قد يعطي هذه الأجهزة المسوغة لضرب المعارضة بيد من حديد بحجة أن الاعتراضات أدخلت البلاد في حال من الفوضى الأمنية فهل سيكون النظام الإيراني بحاجة إلى مزيد من الدم النوعي بعد الدم النووي لضرب الحركة الاحتجاجية وقمعها وخاصة أن الأستاذ الجامعية القتيل كان بحسب الإصلاحيين من أحد أبرز مؤيدي الزعيم الإصلاحيين ميرحسين موسوي فيما تظهره السلطات الرسمية كأحد أشد مؤيديها حسن فحص العربية ترجمة نانسي قنقر